وفيما يلي بعض الأحداث العالمية الكبرى التي وقعت في مثل هذا اليوم العشرين من سبتمبر ففي عام 1519 أبحرت رحلة استكشافية إسبانية مكونة من خمس سفن بقيادة الملاح البرتغالي فرناندو ماجلان من ميناء سان لوكار دي بارميدا في مدينة قادش الإسبانية وفي 1792 بدأت محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى في عام 1946 انطلق مهرجانو كان السينمائي الدولي السنوي لأول مرة في مدينة كان الفرنسية وفي عام 1984 جرى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة الأمريكية في بيروت وأسفر عن مقتل 24 شخصا عام 1990 جرى انفصال أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا بدعم روسي وهو عيد الاستقلال الوطني في هذه الجمهورية المعلنة ذاتيا وولد في مثل هذا اليوم الممثلة السينمائية الإيطالية الحائزة على الأوسكار صوفيا لورين عام 1934 وفي عام 1982 ولدت الأوكرانية إينا رادومسكا البطلة الأولمبية الحائزة على أربع ميداليات أولمبية في 2008 و2016 ترجمة نانسي قنقر